المرأة البحرينية المرأة البحرينية المرأة البحرينية المرأة البحرينية المرأة البحرينية لو لا دعم وثقة جلالة الملك بالمرأة لما استطعنا أن نصل إلى هذا المستوى يعني المشروع الإصلاحي لجلالة الملك جعل المرأة جزء رئيسي ومهم في مشروعه الإصلاحي ابتداء من تعيين نساء في لجنة إعداد الميثاق الوطني ثم تعيينها في مجلس الشورى وطبعا حصولها على حقوقها السياسية وهذا طبعا شيء كبير وإنجاز كبير للجنة إعداد الميثاق ثم دخولها مجلس الشورى ثم فيما بعد إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وهذه الرئاسة لها دلالاتها لأنها تدل على أن هناك اهتمام فعلي بأن المرأة تأخذ مكانها الصحيح في المجتمع وأقبلت صاحبة السمو على هذه المهمة بكثير من الشغف وكثير من الاهتمام حتى وصلت المرأة اليوم إلى ما وصلت إليه وأصبح المجلس الأعلى اليوم بيت خبرة لذا حظيت المرأة البحرينية بمكانة مهمة ودور بارز في العمل الدبلوماسي منذ إنشاء وزارة الخارجية عام 1971 ونتيجة لما أولته وزارة الخارجية من اهتمام بالمرأة البحرينية فقد ارتفعت نسبة المرأة من القوى العاملة في الوزارة وتبوأت أعلى المراكز الدبلوماسية وبرهلت على كفاءتها وجدارتها للنهوض بمسؤوليات العمل الدبلوماسي ذي الخصوصية لا بد أن أتقدم بالشكل الجزيل إلى سعادة الدكتور عبداللطيف الزياني وزير الخارجية على ترشيحي لهذه الجائزة المربوقة العالمية في الواقع شيء جميل أن يكون اسم مملكة البحرين وارد في هذا المحفل أنا مهتمة طبعا باسمي لأن اسمي يمكن واحد من الأسماء الكثيرة والبحرين مليئة بالكفاءات ولكن كان يكفي أن يتردد اسم مملكة البحرين في هذا المحفل هذا يشعرني بالفخر والاحتزاز لأنه يدل على ما أولته هذه المملكة للمرأة من مكان مرموقة ليس على المستوى الوطني فحسب بل وعلى المستوى الدولي وكان هذا إنجاز أعتبر إنجاز كبير والجائزة ليست لوحدي وإنما هي لكل إمرأة بحرينية اجتهدت كما تبوأت مناصب عليا في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وترأست المرأة الدبلوماسية بعثات مملكة البحرين في الخارج وأثبتت قدرة كبيرة على أداء المسئوليات الموكلة إليها وتمكنت من تجاوز مرحلة التمكين في العمل الدبلوماسي حتى أصبح لها دور فاعل في السياسة الخارجية لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر